أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين كابتن علاء بإصابة تريزيجي قد تكون أثرت مثلاً؟ ممكن أو بالفتوح كمان من الأول يعني يعني بالفتوح من الأول معروف لكن لما يكون لعيب في تسخين ويحصل إصابة دي أثرت على الاثنين أثرت على تريزيجي أو كابتن إهاب واللي كان رسمه عشان تريزيجي وعلى زيزو لأن زيزو برضو ما كانش إنه هو كانش هيبدأ فجأة هيبدأ برضو دي برضو متأخذ وقت شوية من لعيب الكور لكن زيزو كان بيحاول وبذل مجهود كويس لكن حت أنا فكر أنا عم ملعب مباراة إسلام ببقى محضر نفسي غير أما فجأة بنزل مباراة ممكن يعني أثرت بعض الشيء يعني فهم إحنا بندور على على مبررات عشان الشكل نفسي إنه في شكل أكيد مش عاجب حد خالص لكن في كل أحوال زي ما بقولك يعني مكسب الحمد لله أنت رايح بس أنت رايح لحاجة كل ما نكلم فيها الوقت أنا وأنت وأسمى في الفاصل إنك هتلعب على ملعب مش حلو ملعب ملعب مش ملعب مش كورة مش أنت اللعب اللي لعبناه النهاردة ده أو لو حاولت تتحضر بالشكل ده أعتقد أنت هتلقى المشكلة جامدة جدا إنك لازم يكون أنت محضر هتلعب إزاي على الملعب ده ولازم حتة الضغط تعمل كويس قوي لازم الكورة التانية بأنت أسرع وأشرس النهاردة كتفيش راسة لعيب الغني أو أسامة وده ده صعب الأمور قوي يا إسلام قوي على لعبتنا الشراسة مش موجودة وحطة السرعة حيث برضه فعلا بتفهم معك على نهاية موسم بس هم كان عندهم شراسة وقوة ويعني كانوا منظمين كمان عنك دفاعيا نظمين دفاعيا دفاعيا كانوا منظمين جدا 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 نتفق كلنا فيها دي أكيد طبعا منظمين كويس قوي وعارفين نقاط الأخوة بتاعتك وأنت برضه لحد جدير ساعدتهم لكن بتمنى طبعا عودة رزجية رزجية يعني من العصر مهمة جدا في المنتخب ومؤسر جدا كمان بتمنى الفترة الجاية إن شاء الله كابتن هاي بيلاقي كل اللعبة موجودة إن شاء الله سليمة